اشتركوا في القناة والرهن وفقا لما نقلته صحيفة الجريدة عن البراجع مخالف لقانون التخطيط العمراني ومخالف لمنشور وزارة المالية الخاص بحظر التصرف في الأراضي المملوكة للدولة قبل موافقة مجلس الوزراء وتضيف الكاتبة هل تذكرون التصريح الشهير لوالي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين حينما تسلم مهام الولاية حين قال إن أغلب عقارات ولاية الخرطوم مرهونة لمصارف ورجال أعمال نظير قروض لتمويل مشروعات تنموية وتتابع الكاتبة صحيح أن عبد الرحيم لم يذكر أسباب الرهن لكن المؤكد أنها مقابل قروض لتمويل مشروعات تنمية للولاية كما ورد في رهن ممتلكات محليتي أمدرمان وأمبدة لكن السؤال أين هي التنمية؟ أين هي وأمامنا هذه الأيام بالتحديد الصورة كاملة لولاية الخرطوم وتذهب الكاتب إلى أن سياسة رهن العقارات المملوكة للدولة ليست بالأمر الجديد وليست القضية أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني أو مناشير وزارة المالية ولا أنها لم تحقق أغراض التنمويل من مشروعات التنمية إنما القضية التي ينبغي أن تشغل أذهاننا هي السؤال كم حجم العقارات المرهونة وهي ملك الدولة؟ وهل هي محجوزة لصالح طرف آخر؟ أم أن الحكومة قادرة على السداد؟ وتقتم شمائل قائلة هذا الأمر ينبغي أن يقودنا إلى تحقيق كبير حول ممتلكات الدولة المرهونة وقيمتها وموقف السداد وهذا أمر مضطوب على وجه السرعة قبل أن نصح ونجد أنفسنا مرهونين ترجمة نانسي قنقر